تجدد المواجهات بين كتائب القسام وقوات الاحتلال شمال وجنوب غزة عشرات الشهداء والجرحى في اليوم المئة وستة من العدوان الصهيوني على غزة صابة شاب باقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي نابلس في ضفة المحتلة أهلا بكم والبداية من الملف العسكري الفلسطيني حيث أفاد مراسل يمن شباب بتجدد الشباكات بين كتائب القسام وأيضا قوات الاحتلال الاسرائيلي بمحاورة تواغل في قطاع غزة وقال إن الشباكات تجددت شرقية جبالية شمال غزة وشرقية خان يونس جنوبية غزة وأشار إلى أن المواجهات تزامنت مع تجدد القصف الاسرائيلي على الأحياء السكنية بشكل مكثف في السياق أعلنت كتائب القسام تدمير عشر دبابات صهيونية وقتل وإصابة العشرات من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في عمليات منفصلة في القطاع وقالت الكتائب إنها دمرت سبع دبابات في المعارك الدائرة بخان يونس جنوبا كما سهدفت دبابة صهيونية جنوب غربية مدينة غزة وأخرى من نوع مركافا بقذيفة شمال شرقية مخيم البريج وسط القطاع إلى جانب السهداف آلية صهيونية جنوبية حي الزيتون في غزة القسام أكدت أن مجاهديها تمكنوا من قنص أربعة جنود صهاينة ببندقية الغول القسامية ودك قوات الاحتلال المتوغلة شمال شرقية مخيم البريج بقذائف الهون إلى جانب السهداف قوة صهيونية خاصة بعبوات مضادة للأفراد بمنطقة السلام شرقية جباليا شمالية القطاع أشارت إلى استدراج قوة صهيونية خاصة نحو فوهة نفق وتفجيره عن بعد شرق حي التفاح في مدينة غزة إلى جانب السهداف مباني تتحصن فيها قوات صهيونية خاصة بالقذائف والاشتباك معها في الحي أو في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وجنوب حي الزيتون جددت قوات الكيان الصهيوني قصف والسهداف الأحياء السكرية في قطاع غزة في اليوم السادس بعد المئة من العدوان الإسرائيلي مخلفة عشرات الشهداء والجرحى وقال مراسلنا إن غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيلي على بني سهيلة والزنة وعبسان ومنطقة بطن السمين بخان يونس جنوبا فيما ارتقت وأصيب خمسة آخرون من عائلة أبي عاصي بقصف استهدف منزلهم قرب دوار حيدر عبد الشافي غربية غزة وأشار إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا كثيف على بلدة جباليا شمالية القطاع تزامن مع نصف قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرقية خان يونس أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد أسبوع من الانقطاع فادت الشركة أن طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطار الرئيسية التي سببها العدوان الصهيونية المتواصلة على القطاع حتى تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير شارت إلى أن اثنين من طواقمها الفنية استشهداء خلال عملية الإصلاح الأخير جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي رفع عدد موظفية الشركة الشهداء إلى أربعة عشر في السياق كشف مرصد حقوقي بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من ألف فلسطيني بغزة منذ أن رفعت محكمة العدل الدولي جلساتها للنظر بدعوة رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وقال المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان إنه بخلاف السرد الذي قدمه فريق المحامين الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية فإن الوقائع على الأرض تثبت أن إسرائيل لم تتوقف مطلقا عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة وأكد أن الجيش الإسرائيلي استمر بتنفيذ عمليات قتل جماعيا وفردي حيث قتل خلال سبعة أيام فقط ألف وثمانية عشر شخص بينهم ما لا يقل عن ثلاثمائة وتسعين طفل ومائتين وثمانية من النساء بمعدل مائة وخمسة وأربعين شخص يوميا وهي إحصائية شملت فقط من وصل إلى المشافي بالقطاع كما أسفرت هجمات جيش الاحتلال عن إصابة ألف وتسعمائة وأربع وثلاثين آخرين بجروح معظمهم سبعون في المئة على الأقل من الأطفال والنساء وفقا للمرصد إلى ذلك كشفت الأمم المتحدة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل آلاف الرجال من قطاع غزة في ظروف قد ترقى إلى حد التعذيب ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة أجيث سونجهاي أشار إلى أن بعض المعتقلين أكدوا أن قوات الاحتلال عصبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم بعد نحو شهرين كانوا عرات لا يرتدون سوى حفظات كما أكد أن المعتقلين تعرضوا أيضا للضرب والإذلال وسوء المعاملة وذلك يرقى إلى التعذيب وأنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة والبعض لعدة أيام على التوالي وبيّن أنه يتم لاحقا تصنيف المعتقلين والسجواب بعضهم ولم يتم إبلاغهم بالإفراج الوشيك عنهم لكن تم تعصيب أعينهم وتركهم عند معبر كرم أبو سالم دون ملابس ومقتنيات ونقود كانت بحوزتهم عند الاعتقال بدورها كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض منذ نوفمبر الماضي طلبات إدخال المساعدات إلى شمال غزة وجاء ذلك بمؤتمر صحفي للمنظمة في مصر حيث أشار إلى أن دعم الفريق الطبي هناك محدود للغاية وأن المنظمة تحاول التوصل إلى حل لكن الحل الوحيد هو وقف إطلاق النار لافتة إلى أن مشافي غزة تعاني بشكل كبير وأن السيدات الحوامل يلدن دون أدنى رعاية طبية وأكدت أن عددا من الأطباء التابعين لها تم قتلهم بنيران وقصف الجيش الصهيوني وأن البعض الآخر حالتهم خطرة مشددا على أنه لا يوجد مبرر للسهداف المشافي أكد ستون نائبا ديمقراطيا بمجلس النواب الأمريكي رفضهم التهجير القسري لسكان غزة ودعو وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى تأكيد موقف الولايات المتحدة المعارض بقوة للتهجير القسري والدائم للفلسطينيين من القطاع وجاء ذلك في رسالة للنواب عبروا فيها لهم عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادر عن مسؤولين إسرائيليين ومقترحات من الحكومة الإسرائيلية تدعو للتهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة من ناحية أخرى أصدر 16 يهوديا في مجلس النواب بيانا أعربوا فيه عن اختلافهم الشديد مع تصريحات نيتنياهو الأخيرة بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية مؤكدين أن حل الدولتين هو المسار للمضي قدما إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث بدأت عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع اعتصاما أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتنياهو بمدينة قساريا جنوبية حيفا المحتلة المعتصمون الذين نصبوا خياما للنوم في المكان قالوا إن اعتصامهم يأتي في إطار الضغوط على حكومة نيتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية حيث يقر مسؤولون إسرائيليون بأن التبادل هو السبيل الوحيد للسعادة الأسرة المحتجزين في القطاع وأكد المعتصمون من أهالي الأسرة والمحتجزين أنهم فقدوا الثقة بالحكومة الصهيونية وأنهم يقومون بتحركاتهم الخاصة هذا وقد أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية تكرت المصادر أن الاحتلال اقتحم مخيم بلاطة شرقية نابلس ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان بعدة حارات في المخيم في حين نفذت جرافة صهيونية أعمال تخريب في الطرق الداخلية كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم وسط تواصل الاشتباكات العنيفة إلى اليمن حيث شكى سائقوى الشاحنات التي تمر عبر محافظة إب من انتشار كبير لعصابات مسلحة تقوم بالتقطع الليلي لهم وسرقة البضائع والمواد التموينية من على متن شاحنات النقل المتجهة من وإلى وعبر المحافظة وقال سائقون إن العصابات تنتشر على امتداد نقيل سمارة شمالية إب وفي دائري إب وخط المعاين وأسفل نقيل مشورة حتى سوق الخميس غربي المحافظة أشار السائقون أنهم تعرضوا لعمليات ناب وسرقات لكميات كبيرة من حمولات شاحناتهم بتواطئ من نقاط الميليشيا الحوثية المنتشرة على امتداد خطوط انتشار تلك العصابات كغيره من الكفاءة لجأ هشام محمد العبسي لبيع الشاي في مدينة تعز والاستغناء عن وظيفته الحكومية بسبب توقف راتبه لأكثر من ثماني سنوات أشام محمد مانع العبسي مهندس كهرباء تحكم صناعي وتمديدات أنت موظف بصنعة مطابع الكتاب المدرسي نظرنا لأتوقف الرواتب ثمان سنين فأضطريت أن أعمل هنا بيعشاهي مش حال مصروف يومي من باقي بلاك يعني بتمو تقوع فأضطريت أن أعمل لي بيعشاهي ومشينا ندل نرقع على مرتبات تبع الدولة لك ما فيش عالا صنعة صنعة يقول لك على عادة فأضطريت أن أرقع بيعلي شاي يعني 27 سنة خدمة مع الدولة يعني ضعنا في الرقلين أرقع يعني بيعنا شاهي الوضع من سيء إلى أسوأ يعني يلا يلا الواحد يحصل لقمة العيش أرقع يعني بيعشاهي هذا أصبح حالنا وكثير من الكوادر اضطروا إلى هذا الوضع لابعا أنا كنت رئيس قسم الكهرباء بمطابع الكتاب المدرسي وأخذ دورة بفرنسا بتحكم المبرمج نظام البياليسي السيفين وهولندا ورقعنا في 2015 لنزاول العمل لكن قطعت الرواتي بدأ فإن نروح تروح للقطاع الخاص القطاع الخاص طبعا يستغل لك في هذا الوضع هذا يعني ما الراتب اللي تستغل بالقطاع الخاص يعني ولا حاجة فأضطرته مشي حالي دور لي مصدر رزق أبيع شاهي أشن نسوي أصبح الورق يعني مزري بالنسبة لنا ما أشن نروح يعني معاك في تناشى الدولة خدمة 27 سنة مع الدولة ودراسة وخدمة في المطابع وكذا يعني بالأخير بالشارع هل أصبح عمل الشاي أفضل من عمل الدولة في هذا التوقيت؟ في هذا التوقيت طبعا يعني أصبحنا يعني خير بكثير يعني ما الدولة يعني أقول لك سبع ثمان سنين بدأ الراتب يعني الدولة إيش كانت يعني أصبح الآن حتى لو سيقبل الراتب كم منه الراتب كم منه الراتب ولا حاجة يعني أقل مشي لحالي ولا ما فيش يعني إيش يسوي؟ يواصل سائق شاحنات نقل البضائع والوقود في أبيان إضرابهم عن العمل منذ عدة أيام احتجاجا على الجبايات المالية الغير قانونية التي تفرضها النقاط المنتشرة على طول الطريق وفقا لمصادر حقوقية فإن العشرات من شاحنات البضائع والوقود متوقفة بجانبي طريق المعلب على الطريق الدولي منذ عدة أيام احتجاجا على الجبايات المالية التي تفرضها عليهم النقاط التابعة للانتقال بصورة غير قانونية وفقا لمراقبين أكدت المصادر أن نقاط الانتقال ضاعفت من الجبايات المالية التي تفرضها عليهم مقابل السماح لهم بمواصلة طريقهم لإيصال بضائعهم بصورة لم يعد بمقدورهم تحملها ما دفعهم إلى الإدراء في تعز أيضا التواصل لمبادرات ذاتية العمل على الزراعة وتوسعة المساحة الخضراء لمواجهة التهديدات المناخية في وادي الماض بمديرية الشمايتين تهدف هذه المبادرات إلى توفير مصادر دخل لكثير من الأسر في المنطقة من مقولة لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد هكذا عمل ماجد البورجي في زراعة العديد من الخضروات المتنوعة لتوفير مصدر دخل له ولأسرته توجه ماجد لزراعة الخضروات جاء أيضا نتيجة حتى المبادرات المجتمعية على توسيع المساحات الخضراء بهدف الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية بطريقة إيجابية واقتصادية حاولنا نشغل كثير من الأسر العاطلة والحمد باللزر عن الطماظر عن الكوشوازر عن البطاط لكن إذا وجد الدعم فهناك أرض كثيرة وإن شاء الله نطمح إلى التحقيق الاكتفاء الذاتي بالخضروات وإن شاء الله عما قريب بنظر على الفواقع بنظر حاجة كثيرة بس نطلب إلى عين الدولة نطلب إلى الجهة مانحة لا دعم لا داك إذا توفر ثلان هذه السبول سنزرع إن شاء الله أكثر وأكثر على إحدى المساحة البيئية في وادي الماض بمنطقة الرجاعية في مديرية الشمايتين زرعت 12 ألف شتلة من الطماطم بالإضافة إلى البطاط والكوسة وغيرها من الخضروات هذا النشاط الزراعي يوفر فرص عمل للعشرات من الأياد العاملة الأشد فقرا في المنطقة ليمثل مصدر رزق لتغطية مصاريف أسرهم نحن نبكر الصباح نعمل بالمزارع هذه يعني كأنه مصدر رزق وهل حقنا نحصل مصدر رزق لأنه نحن المزارعين الأولين ما فيش معانا إمكانيات نزرع الكراث ونزرع الطماط ونزرع الكوسة ونزرع كل حاجة وبعدين أنه تدمرنا ما فيش معانا إمكانية دعم لحالة نزرع ثاني مرار لأنه نشتغل هنا زراعين عند أصحاب المزارع لكن المزارعين يشكو منهم يشكو أنهم معانش القصاب حق المزارعين ما معانش الطاقة السمسية ما معانش المواطر ما معانش البذور لا يقول أي شيء الذي تكمل الزراعة لأنه مبادرة ذاتية نرقو من أي منظمة ومن أي مشقع يشكع المزارعين الذين في بواد الماض كما ترأون الآن الزراعة أمامكم تتوسع نتائج المبادرات البيئية في إعطاء نموذج لبقية المواطنين في استغلال أرضهم بالزراعة لكنهم يواجهون تحديات بعدم قدرتهم على الحصول على وسائل زراعية من شبكات تقطير وأسمدة فضلا عن المياه وسط مطالبات للجهات المعنية بدعم قطاع الزراعة وتوفير وسائل زراعية في ظل تراجع الاهتمام بالزراعة بسبب حرب الحوثيين نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها تجدد المواجهات بين كتائب القسام وقوات الاحتلال شمالة وجنوب غزة عشرات الشهداء والجرحة في اليوم المائة وستة من العدوان الصهيوني على القطاع وإصابة الشاب باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي نابلس في الضفة المحتلة ختاماً في أمان الله اشتركوا في القناة